السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب كل اخواتي وحبايا بالمشاهدين يكونوا بقال في خير هو ناظر اعرض شاشة الموبايل اللي عندي على التلفزيون القديم اللي هو التلفزيون العادة القديم نهائيا يعني تنفع كمان مع الاجهزة اللي هي شاشات تنفع مع الشاشات ولكن انا علشان اعمل الفكرة دي هحتاج ايه هحتاج اي ريسيفر يكون فيه خاصية ايقاست اللي قدامنا اي ريسيفر تشتريه يكون فيه الخاصية دي فيه او تلاقي على الكارتونة نفس الخاصية دي هتقدر بازن الله تعمل انا مش بقول ريسيفر بعينه او اي شركة معينة او نوع ريسيفر معين اي ريسيفر هتشتريه من اي محل فيه خاصية الايقاست هتقدر تربط من خلالها الموبايل على التلفزيون القديم وتقدر تشغل الحاجات اللي موجودة عندك عن الموبايل على التلفزيون القديم بكل سهول علشان اشغل الريسيفر الاتشي دي اللي موجود على الشاشة بقدر اشغله من خلال الكابل ده بشغله على شاشة العرض طب انا عايز اشغل على تلفزيون عادة اللي بيشتغل معايا بالجاكات التلاتة في تلاتة هنقدر نجي بوصلة زي دي كده بس تلاتة في واحد تلاتة في واحد بنفس الشكل ده بالزبط علشان نقدر نشغله على التلفزيون القديم العادة هنيجي هنا نوصل الجاك ده في منفذ الافي اللي هو الفيديو الافي هيشغل معايا ان شاء الله هتوصل بقى الجاكات دي وهشغل معاك الصوت والصورة انا عايز اقول لك بقى على تحذير علشان محدش من اخواتنا يكتب في التعليقات انا برد على كل الناس ولكن علشان اصر عليك المشوار ممكن تروح تجيب وصلة زي دي كده من اي محل عندنا هنا في مصر يعني اغلب الاجهزة بنجيبها زي كده الكابلات بيبقى معكوسة معكوسة ازاي ان مفروض الاصفر ده يدينوا الصورة والاثنين دول يدينوا صوت ممكن تلاقي العكس ممكن تلاقي الاحمر ده مكان الاصفر ده وصلة موجودة منتشرة في السوق ولكنها مخلوفة لو هتجيب وصلة اصلية هتبقى معك عدلة الاصفر اصفر والابيض ابيض والاحمر احمر انا بس بحب اوضح علشان لما تروح تجيب وتيجي تكتبلي في التعليق انا جبت الوصلة التلاتة في واحد والترسيفور ما عارضتش معايا على التلفزيون العادة لا تخلي بالك يا حبيبي يبقى تبدل يا اما تبدل الاصفر ده الاحمر ده تركبه مكان الاصفر والاثنين التانيين هيتدوك الصوت عادي مفيش اي مشكلة كده بالنسبة للرسيفور يلا بقى نوصل الرسيفور على التلفزيون القديم ونشوفه هندخل على خاصية ال اي قاست وهنقدر من خلال الخاصية نقدر نجيب حاجة اسمها بار كود ولازم نربط الجهاز على الواي فاي اللي موجود عندك في المنزل ويبقى نفس الموبايل برضو على نفس شبكة الواي فاي اللي موجودة عندك يعني لو عندك راوتر هتقدر تربط عليه من خلال الجهاز يكون فيه واي فاي داخلي او يكون شغال بانتن لت واي فاي خارجية عادي بيشتغل به مبيش مشكلة يعني لما تروح تجيب رسيفور لازم تجيبه يدعم الواي فاي وكمان لازم يكون عندك تطبيق قارئ البار كود اللي موجود عندك تقدر تدخل على المتجر عندك وتكتب قارئ البار كود هيجيبه لك بالشكل ده هنقدر نفتح كده وناخد البار كود بتاع الخاصية اللي موجودة في الرسيفور مش عايزين نطول بقى في الشرح ولكن انا حبيت اوضح لكل اخواتنا اللي دايما بتشرف بوجودهم والتعليقات الجميلة والناس اللي بتعمل لايك بشكرهم دايما هنروح دلوقتي على الشرح على التلفزيون وازاي نقدر ناخد البار كود وننزل التطبيق اللي هنربط من خلاله على الرسيفور بكل سهولة ونعرض على التلفزيون الادي انا بس ليه رجاع عند اخوتي اللي دايما حبيبي المشاهدين المتابعين اللي دايما يعني ما بأخروش اي طلب ياريت تشترك في قناتنا التانية هسيبها لك في صندوق الوصف تشرفنا وتضغط على الرابط وتدخل تشترك في قناتنا التانية علشان نبقى موجودة معنا القناة الاحتياطية نقدر من خلالها بإذن الله نقدم محتوى مفيد يلا بقى بينا على الشرح انا كده وصلت الرسيفور على التلفزيون الاديم التلفزيون العادة اهو عشان محدش يقول لي شاشة وكده هنبدأ نضغط على القيمة طبعا لا يوجد اشارة انا مش موصل كابل الاشارة نهائيا في الرسيفور فوقه مش فيه كابل الاشارة علشان ما يجبش قناة عليها حول طبعا ونشر تضر المحتوى بتاعنا هنبدأ نضغط من علامة مينيو وهنجي على الضبط هنجي على الضبط وهندخل على الضبط كده بسم الله هندغط على الضبط اخر خاصية موجودة عندك اي كاستا اها هندغط على كده تمام هيفتح معي حاجة زي كده بس انا الاول اكون رابط الجهاز على شبكة الواي فاي وفعلا انا رابط على شبكة الواي فاي عندي والجهاز كده الرسيفور متصل على نفس الراوتر وعلى نفس شبكة الانترنت اللي موجودة في المنزل هننتظر بقى ثواني كده ظهر معي البر كود هجيب الموبايل التاني وهدخل على برنامج كارئ البر كود هنجيب الموبايل التاني اها عايزين بس الشرح يبقى على الطبيعة عشان اي حد من اخواتنا يقدر يستفيد من الافكار اللي بنقدمها لك قرأ البر كود اول ما شاف البر كود فتح معايا هتقول له فتح الموقع فتح الموقع جاب لك اللينك بتاع البرنامج المناسب اللي هتقدر تثبته بتاع الخاصية اللي موجودة في الرسيفور بتاع جهاز حضرتك هيقول لك هنا ان البرنامج طبعا حسنا تنزيل اهو انا منزل البرنامج وقول له تنزيل مرة اخرى انا هقول له الغاء هجيب لك بقى البرنامج انا تثبيته عندي على الموبايل في الموبايل عندي اهو ما شاء الله هنبدأ ندغط وهنبدأ نربط مباشر على الجهاز خلاص كده زهر معايا وظهر معايا ان الجهاز متصل فوق اهو هتجي بقى تحت كده هتلاقي فيه ايه تحت هتلاقي عندك في الموبايل تحت كده ايه جهاز تحكم يعني ايه جهاز تحكم يعني انا لو ضغطت كده جهاز تحكم هيدين عندي هنا حاجة اسمها الرموت ده هقدر من خلاله أتحكم في الجهاز أعلي وأوطي وأبحث وأشتغل كأنه رموت بالزبط كأنه رموت زي ما انتوا شايفين رموت بالزبط بيشتغل معايا حاجة ممتازة بنقدر كمان نفس الباور ونشغل ونعمل كل اللي احنا عايزين بنخرج من القائمة وندخل من القائمة نعمل اللي احنا عايز ترفع الصوت تخفض الصوت زي ما انت عايز تعمل هتعمل هنا في عندي هنا تحت حاجة اسمها ملفات وفي عندي تحت الموقع 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 ده لو انا عايز ابس من على اليوتيوب هابس من على اليوتيوب وهعمل اللي انا عايزه من على الفيسبوك كمان هقدر ابس هنيجي هنا على الملفات نضغط على الملفات ونحاول نعرض اي حاجة موجودة عندنا على الجهاز نضغط كده فيه صورة ليه اهي انا هبدأ اعرضها باسم الله اول ما اضغط على الشاشة اللي تحت دي هيبدأ يعرض الصورة معاك على التلفزيون عرض معي على التلفزيون العادة زي ما انتم شايفين جودة ممتازة وصورة ممتازة حاجة قائمة جدا انك تقدر تعرض على التلفزيون القديم الموديلات القديمة علشان اخوتنا اللي اكتر التعليقات كانوا بقولولي عايزين حاجة نعرض على التلفزيون القديم ادينا قادرنا نوصل لحل باذن الله هتيجي بقى هنا واحدة يقول لنا عايز اعرض يوتيوب واعرض فيديوهات عندك برضو الملفات اها فيها عندك طبعا تقدر الامبس دي والملفات والتسجيلات حاجات كتيرة تقدر تشغل الصوتيات اللي عندك تقدر تشغلها كذلك الامب تعرضها عندك على الجهاز ولكن انا مش عايز اشغل اي حاجة عليها حدو طبعا وناش هتيجي بقى هنا واحد يقول لي تابليوتيوب تقدر تضغط هنا على الموقع وتيجي هنا على اليوتيوب او الفيس او اي موقع عايز تبس منه تقدر تضغط كده وتقدر تضغط على علامة الشاشة اللي عندك بتظهر بتجيب اي فيديو انت عايز تشغله بس انا مش عايز اشغل اي فيديو يكون عليه حيوة طبعه ناش اي فيديو هتجيبه هيظهر تحت منه علامة الشاشة اللي بتظهر لما جينا نعرض الصورة اللي قدامكم مجرد ما تضغط على علامة الشاشة اللي تحت دي هيبدأ يعرض معاك هتضغط على التطبيق وهتدخل على الملفات تاني مرة تاني اهو محدش يزعل بقى من الاعادة انا بعيد علشان كله يستفيد ربنا يا كرمنا يا ربي ويجعلنا سبب ان احنا نقدر نفيد اي حد اي الصورة حضرتك حابب تعرضها تضغط زي ما قلنا على الشاشة اللي تحت دي مجرد ما بضغط على الشاشة هيظهر معاك على التلفزيون بكل سهولة وبحاجة ممتازة جدا تقدر تعملها يارب كوني قدر توصل معلومة لاخوتنا وحبايبنا ولا اسف على الاطالة ولو اصرت في حاجة او نسيت حاجة اخوتي سامحوني انا غير متعمد يعني اي سهوة او اي خطأ انا بعتذر عنه ياريت تشرفنا بالاشتراك في القناة وتنتظرنا في فيديو جديد ومعلومة جديدة في قناة اخيكم محمد الصفطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته